اهلا بكم واخر تحديثات اليوتيوب لسنة 2021 وتغييرات مرتقبة على تقارير ادسنس ورجعنا لكم من تاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في درس جديد من دروس اليوتيوب زي ما قلنا النهاردة في تحديثات جديدة على اليوتيوب خاصة بتقارير ادسنس وارباح ادسنس كل التفاصيل ده هنعرفها بس قبل ما نبدأ يا ريت لو اول مرة تشوفنا على القناة يا ريت تدعمنا وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل فيديوهاتنا وبعد تنسى اللايك والشير علشان غيرك يستفيد نروح لفيديو النهاردة واخر تحديثات اليوتيوب والتغييرات اللي طرقت على تقارير ادسنس كلنا اصحينا امبارح على ايميل جاي من ادسنس في التفاصيل الاتية ولك اشعار مهم تغييرات مرتقبة على تقارير ادسنس وننزل تحت اللاقي وفقا لما تم الاعلان عنه في اغسطس اطلقنا تجربة تقارير ادسنس الجديدة التي لا تتضمن بيانات اداء اليوتيوب يعني تقارير ادسنس اللي قبل شهر تمانية عشرين عشرين كانت بتعرض ارباح اليوتيوب وارباح المدونات او ارباح ادسنس المدونات يعني تقدر تعرف تكلفة النقرة وعدة الزيارات وتكلفة الالف زيارة والارباح اللي تحصل عليها مقابل الف زيارة وكل التفاصيل دي من خلال تقارير ادسنس او من حسابنا ادسنس لكن اليوتيوب مؤخرا قام بالفصل بين احصائيات اليوتيوب واحصائيات المواقع او المدونات يعني احصائيات اليوتيوب تقدر تجيبها من استوديو اليوتيوب الجديد او احصائات اليوتيوب اللي موجودة على قناتك اما احصائات المدونة او الموقع تقدر تشوفها عادي جدا على حسابك في ادسنس لكن يجمعهم او الحاجة الوحيدة اللي تجمعهم وبعض وهي الارباح النهائية يعني من كل شهر من يوم 11 او يوم 15 في كل شهر ارباح اليوتيوب هتدخل على حسابك في ادسنس وارباح المدونات هتدخل برضو على حسابك في ادسنس واذا كانت تخطط الحد الادمى للدفع الاتنين هتجمعهم مع بعض ويتم دفعهم في يوم 22 او يوم 21 كالعادي بالنسبة للمدونات او بالنسبة لليوتيوب ولو كملنا الرسالة اللي جات لنا هنا بيقولك واعتبارا من الاول من ديسمبر يتعين عليك مراجعة بيانات اداء قناتك في احصائيات اليوتيوب يعني اي حاجة خاصة باليوتيوب هتكون موجودة على ادسنس هيتم الغاءها بداية من 1 ديسمبر 2020 ولو رحنا على حسابنا في ادسنس فا ادسنس كان بالشكل اللي قدامنا ده لو رحنا على التقارير فدي كانت التقارير الاديمة الارباح مشاهدات الصفحة مرات الظهور النقارات العائد الف ظهور العائد لكل الف ظهور والكلام ده كله كله الاحصايات ديت والارباح وكل ما يتحدث عن الارباح الخاصة باليوتيوب الخاصة بموقعك لكن لو طلعنا فوق هنا هنلاقي حاجة رسالة جديدة بيقولك لن يعرض ادسنس مقاييس اليوتيوب برضو تمام ولو عايز تقارير اليوتيوب بتضغط على احصائيات اليوتيوب هنا علشان تدخلك على حسابك على اليوتيوب او قناتك على اليوتيوب وفيها كل التفاصيل الخاصة بالارباح والنظرة العامة او احصائيات القناة من ناحية المشاهدات وكل ما تحتاجه من تفاصيل حول قناتك نروح بقى للعلاقة اللي هتجمع بين ادسنس اليوتيوب و ادسنس المدونات وهي بس الدفعات او الارباح بتاعت كل شهر النهائية المفروض انت هتحصل عليها واللي بنحصل عليها من ايكونة الدفعات لو ضغطنا هنا على الدفعات المفروض في يوم من 10 ال 15 في الشهر المفروض ارباحك بتدخل هنا ضمن الدفعات ولو تخطط الحد الادنى للدفع مع ارباح المدونات المفروض الاتنين بيتم تحصلهم في يوم 21 او في يوم 22 كالمعتاد وبرضو اليوتيوب عايز ياخد رأيه في كل التعدلات ديت ولو رحنا للاشعار اللي موجود على الايميل بقولك نأمل انتنا لتجربة تقارير ادسنس الجديد اهرضاك لمشاركة افكارك يرجى استخدام زر التعليقات او ارسال نموذج ده ولو حابين نترجمه نترجمه اللغة العربية علشان نفهم هم عايزين ايه بقولك ملاحظات متعلقة بادسنس الجديدة ولا تقرير اليوتيوب ولا اد موب وتكتب هنا معرف النشر بتاعك ما هو انطباعك العام راضي غير راضي ارسل تعليقك الى فريق منتج تقارير ادسنس لو عايز تدي اضافة بتكتبها هنا وفي الاخر هنا بقولك اتفاقية المعلومات الشخصية بمعنى تاني نواب بقولك انت موافق ان انت تشارك معرف النشر مع ادسنس اليوتيوب ولا لأ موافق او غير موافق وبعدك بتضعط على ارسال بحيث ان انت تشارك مع اليوتيوب بافقارك او اقتراحاتك الجديدة الخاصة باليوتيوب بكده نكون عرفنا كل التحديثات الخاصة بتقارير اليوتيوب او تقارير ادسنس الجديدة فاريت لو استفدت معلومة واحدة ياريت تعمل لايك وشير علشان غيرك يستفيد ولو اول مرة تشوفنا على القناة ياريت تدعمنا وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصلك اخر فيديوهاتنا اشتركوا في القناة